تأهبوا للأسوأ وتمنوا الأفضل بهذا دعت رئيسة المفاوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى التسريع في توزيع الجرعات المعززة للحماية من متحور أوميكرون الذي تغلغل في القارة الأوروبية ليصيب أزيد من سبعين شخصاً في ثلاثة عشر دولة آخرها فرنسا لحد الآن ووصلت حتى إلى الدول العربية حيث شهدت كل من السعودية والإمارات إصابات بهذا المتحور 62% من حالة الإصابة بأوميكرون متواجدة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا حيث تضعف الدول هناك من الإجراءات للكشف عن انتشار الصلالة الجديدة التي اعتبرت مديرة المركز الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف والاخطار في الوقت المناسب للمتغير الجديد قد أكسبها العالم مزيداً من الوقت اللجنة العامة للتنمية العلمية والتكنولوجية بدأت بتطوير لقاح مضاد لأوميكرون حسب ما أشر له رئيس اللجنة ورغم دعوة منظمة الصحة العالمية العالم إلى عدم تهويل الوضع وتجديد إجراءات الغلق إلى أن الكثير من الدول الأوروبية سارعت إلى ضبط الخدود وحضر الصفر إلى إفريقيا الجنوبية مع الصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ترجمة نانسي قنقر